المهم لا أقوله ميزا في تنفيذ هذه المخالفة لضربة الجزاء لصالح المنتخب الجزائري تركيز كبير من عادل أمام الحارس جاكوب مخازي الذي أظهر قدرة وإنكالية كبيرة عادل ميزا ومخازي جول ميزا يستح بجل التشجيل للمنتخب الجزائري عند التقيق الرابع والأربعين من ضرب الجزاء الحارس مخازي ارتمع في المكان اللاسم والجهة الصحيحة ولكن جديدة ميزا كانت أرضية بافتد الحارس واختتح مجال التشجيل للمنتخب الجزائري طبعا بالنظر للفرص الكثيرة التي وتيحت له كان يستحق أنه يفتح مجال التشجيل سواء من ضرب الجزاء أو من لعبة كروية حدنا المباراة ولكن جزائري عند التهور نصف النهائي بعد أول كرة المساء تحت جاس من طلق وتوغل وتمكن من تمرير كرة من طبق ناحية حسين مترف الذي يستحق إلى الهدف الثاني بامتياز هكذا انتهى الامر كان ممكن أن ينتهي من زمان من زمان يعني في الشوط الأول أو في بداية الشوط الثاني فهم ثانية هو الذي يوزى على طبق لمترف أضع لعبين جزائريين أمام الكرة الخامس كان هو اللي مررها لظهر حاجة عيسى نحية قسمي بطور لي فهم يوزى نحية التنائي سوداني وحسين مترف يسجل هدف فعلا أنت رأي يا حسين أنت واحد من أفضل اللاعبين إن لم تكن أفضلهم في المنتخب النزائري في الأربع مباريات السابقة حسين مترف